اشتركوا في القناة فخلينا نعرف لك بالأول مين هود الأشخاص المهزومين نفسنيا وكيف يصلوا لهذه المرحلة وما بيقدروا يطلعوا منها الإنسان وقت يخلق نحن وقتنا نطلع بالبيبي بيكون في عنده طاقة حيوية فهو بيرد السحر على كل شيء فبنهي كنت أعطيه قلم بيمبسط فيه أعطيه حيالة شغلة نحن نعتبرها سخيفة هو بيمبسط فيها كتير فهوذ الأشخاص بيخسروا هذه الطاقة الحيوية من وراء عدة أمور بتصير معهم بالحياة فبيبطلوا يقدروا يستعدوها فشو بيصير بيصيروا مهزومين نفسنيا هنه أشخاص بيكونوا سكايا مسقفين منتجين بالحياة بس تقشع فيه ناحية نفسنية عندهم خسرانينة خلق خسروها ضعيفة هشة شوي يعني من خصة يعني اليوم فينا نقول أنه لو شو ما عملوا من إنجازات ما بيفرحوا فيهم ما بيحسوا فيهم صحيح فهن من الخصائص ما بيقدروا يعملوها إذا كان عندهم إنجازات كتير مهمة بالحياة بيعتبروها سخيفة حتى إذا هن الناس بالعيلة عندهم أولادهم مثلا أو البرتنر تبعهم مثلا أنجز شيء ما عندهم الإدراة يروحوا يحتفلوا معهم بالعكس بينتقدوهم يعني أنت بتفرجيهم ورقة البيضة هنه بيحكوك بالنقطة السوداء ما بيقدروا أبدا عندهم بقى هيدا الطاقة يحتفلوا مع شخص تاني يعني ما بيفرحوا بأي إنجاز بحياتهم علما أنه بيكون عندهم الإدراة كأنه منه كافي فينا نقول لا مش لأنه منه كافي كأنه هنه بيعتبروا أنه هيدا الشي منه كافي منه الشي منه مهم يعني مية بالمية فهنا عالطول بدون يكبروا هيدا النقطة السوداء كرمال أنه بحالة إنكار هنه مش عم بيقدروا يستعيدوا هيدا الطاقة وما بدون بقى حدا تاني يستعيدها بغض النظر عن الأسباب البسيكولوجية اللي حضرتكم كمداربين مش كتير بتدخلوا فيها ولكن منجرب من هون ومن بعد اليوم يعني present أنه نجرب نحسن مستقبلنا نشتغل على هالموضوع شو ما كانت الأسباب أكيد بطلب المشاهدين يتواصلوا معنا على 0464 إذا بحبوا يطرحوا أي سؤال أو أي مشكلة بيه موضوعنا لليوم هالشخص اللي بيحس حاله دايما خسران دايما مهزوم دايما ما عنده انتصارات رح نسألك أول شي جوزيف هل هيدا الشي بيتغير هل نحن منقدر نشتغل على هالموضوع ونغيره صحيح نحن منقدر نشتغل على هيدا الموضوع ونغيره هلا أهم شي الإنسان هو ما بيصير مهزوم نفسنيا هيك بيكون فيه أشخاص حواله عم بيكسروا له المعنويات تتحول لهيدا الإنسان فأول شغل يجب نعرف مين الأشخاص اللي حولينا هن المهزومين نفسنيا نسأل كم سؤال كتير بسيطين مين بيحياتي عطول بيسبب لي قلق مين واتحكي معه بيمتص مني هالطاقة وبيتعبني مين الأشخاص دايما بروح بقلهم بدي أعمل هذا الشي بشكه بقدراتي مش معقول مين بالمئة مش معقول فإذا بلاقي نفس الاسم فيد بكل هود الأسئلة هذا الشخص بيكون مهزوم نفسنيا نحن أوقاته بناخدها شخصية يعني منصير نقول يهي عم بيهبط حيطان ويهي ما عم يعطي بيدال عنده إشها ناغاتف وما بيوسق فيني وما دايما بيعطيني أنه بيكسر مثل مأديفة مية بالمية يعني كأنه نحن عم نفتكر أنه هاي الشغلة مواجهة ضدنا بس بالوقت يلي هي مش مواجهة ضدنا صح وكمان نا نعتبرون هني بيكونوا أسد بس لأن نحن منحبهم بنقشعهم مثل البسينات الحلوين لأنه في حب هني عالطاً بيكونوا بالعائلة بيكونوا بارتنر بيكونوا بس فرينس لقلنا فنحن نقشعهم مثل البسينة حلوة لأسد عنده أوقات بيلعب وبيغرغر مثل البسينة بس وطعا يغرمشونا بنتفاجأ قفشل خدش القوي لأنه هيدا أسد عم يجرحني بس أنا قشعه بسينة فأول شغلة بدأ أعرف من إنه هود الأشخاص لحوليه بعدين ببلش أشتغل على نفسي حلو كتير لكن هالأشاير بتدل إنه هولي أشخاص دايما سلبيين دايما بدون هني يخلوا غيرهم يبين كأنه ما رح ينجح تحديداً بس هني كمان بيكونوا هيك مع حالهم مية بالمية هني بيبلشوا هيك مع حالهم بعدين بصمدين يقلوها لغيرهم فهني بيصاروا لمحل بيخسروا كل شيء بتموت هيد الطاقة فبدون يقلوها لغيرهم بيصير هيدا هدفهم بالحياة شو الحلول؟ مش الشخص هو لازم بالأول يعرف حاله لحتى يقدر يلاقي الحل؟ صحيح فإذا لقينا حالنا بيهود الأسئلة أول شغلة بدي بلش مثل بدي نظف الإبر اللي شكتني يعني نحنا في شيء اسمه non-efficient action أو أمور أنا بعملها بفشل فيها أو بسبب فيها مشاكل يعني أنا إذا رحت عيط على زميلة بالشغل في الشيء تخلقي فيه وما رجعت اعتذرت منه وما رجعت حكيت معه هيدا بتتسجل بدماغي إذا أنا جرحت إنسان بعدين بصير هين علي إجرح إنسان غيره بصير تهيان هيدا الخبرية فهودي أنا لازم نظفهم لازم أول شي حطهم اكتبهم ورجع أحكي مع كل هود العالم تا أقدر أنا أرجع بلش شوية شوية عمر هيدا الطاقة الحيوية اللي فيه من بعدها هودا الأشخاص اللي أنا اللي عم بيقتلوا لي معنوياتي بدي أعرف أتعامل معن تا أنا ظلني أقدر حافظ على الطاقة طبعي هودا الشغلتين أنا رح يقوني كتير بالحياة تا أرجع قلي عن جديد لكن أنا تا ما كون إنسان أنا كمهين خسران نفسيا بدي بلش أعمل هولي الشغلتين كيف يعني بدي ننظف القصص بحياتي يعني بدي روح اعتذر من كل الناس اللي غلطت معه هلأ اللي فيه اعتذر منه وفيه احكي معه وزبط المشكل برجع بعمله إذا فيه شي فعل أنا مثلا أنا كم لازم روح مديري قال لي زبط هالبريزنتيشن روح ملاء لأنه هذا اجتماع مهم وأنا بروح بلا تحضير وبستلش تاني مرة مبعيدة بزبط هيدا الفعل يعني فيني أقعد عورق أو ألم وأكتبهم صح إنه أنا وين الاشياء السيئة اللي عملتها أو الاشياء اللي منا كتير منيحة ولا بيحق غيري ولا بيحقي أنا وبلش من يومه رايح أو زبط الأديم أو اشتغل إنه يكونوا أفضل ليه دايما منحكي عن هالموضوع جوزيف ليه دايما منقول ما بدنا نحمل اشياء زينة فيها غيرنا أو حقد أو كره أو طار أو غيره لأنه في شي اسمه كوغنطف ديسوننس الكوغنطف ديسوننس هو كيف الإنسان بيكون بشي حياتك شي صغير بيكبر وما بتنتبهي فالإنسان تصرف البشر نفس الشي بيبلش صغير بيكبر ونحنا ما بننتبه فبالأول نفكر حالنا إنه معلأ أنا زيته شوية لهالإنسان بيقطعه أنا إذا سمحت لرفيقه جرجر ع عائلتي بعدين أنا بلاقي حالي عم جرجر ع عائلتي قدام عالم غريب بنا ننتبه فهون بسي يكبر هيدا التصرف فأنا تأمنعه بدي وقفه من الأول وإذا أنا وصلت لمرحلة بشعة وعم جرجر قدام العالم بديتعلم الصمت بديتعلم غير أفعال تقدر تتعلم هؤلاء الأمور بدي نظف كل شي قبل بديك تعتبره هو مثل الحبر بالماء كل شي باعنه تجاه نفسي رح عامنه تجاه حالتي كل شي باعنه تجاه حالتي رح عامنه تجاه شغلي وكل شي باعنه تجاه شغلي رح عامنه تجاه مجتمعي فأنا إذا بسرق من عائلتي رح أسرق من المجتمع ورح أسرق من شغلي إذا أنا بسرق من المجتمع رح علم عائلتي أن السرقة عادة فهو بصير ينتقل ها اسمه cognitive dissonance يعني بتعرف جزيف أنت عم تحكي بتذكر بالمبادئ الدينية يعني شو ما كان ديننا يكون عم نرجع لها المبادئ من أسس الحياة اليوم عم نحكي فيها بطريقة علمية أكتر قدام ممكن تكون عم بتضرنا وقدام تكون عم تعطينا إن كانت صورة سيئة عن حالنا أو تعطي الناس صورة سيئة عننا أو تكون عم بتأخر لنا تقدمنا وتطورنا يعني ممكن توصل لهون أنه هالأمور هيدا اللي نحنا منعتبرها بسيطة شوية حكي شوية هكي ما من نساعد شوية استلشاء بالعمل ممكن توصلنا لمحال ما نعود نتطور لبل نرجع لورا كمان بحياتنا مية بالمية من هكي بتلاقي ببعض المجتمعات في كتير ناس خسرانين نفسنياً وبتلاقي كتير حكي متعب بتلاقي الناس تعباني نفسنياً هي عالم تعباني لا لأنه عشرين بالمية من المجتمع بيخلق ثمين بالمية من المشاكل وفي عندنا عشرين بالمية من المجتمع بيخلق ثمين بالمية من الحلول بالمجتمع وعندنا ستين بالمية بيجذبهم يالعشرين بالمية منيح يالعشرين بالمية العاطل فإذا أشعنا المجتمع بيقتريته تعبان فنحنا عم نشوف أنه 20% خصائيين نفسنياً هن عم يجذبوا كل العالم فهذا بيودة المجتمع لأنهيار كتير كبير ونحن هذه بنشوفها بكتير مجتمعات ومجتمعنا حالياً حدس ولا حرج صحيح فمن هيك نحن بالمجتمع اللبناني بتلاقي الشخص عم بيعمل الميح بالحياة بس عم بينقل كل الوقت ومنه مرتاح لأنه مهزوم نفسنياً مع أنه هو زكي بيعرف يطلع مصاري بس هو مهزوم نفسنياً كيف نعمل؟ هيك بعض الحلول بعض التبس غير أنه نجرب نزيحها الأشياء الماضية أو نغير شوية أمور بحياتنا من سلبية يمكن مش رحقول دغري لإيجابية من سلبية إلى مش موجودة بالقليلة أنه ما نعمل أشياء سلبية مجرر دغري نستبدلها بأشياء حلوة ومنيحة صح فخلينا قللي كيف لازم نتعامل مع بعضنا إذا أنا بقشع شخص عم بيتعبني أوكي بداعرف أتعامل معه لأنه السمكة بالماء بتفكر أنه هذا شيء نورمال الناس بتفكر أنه النق شيء نورمال ما عليها إذا نقات بس هو البيهيفير بيكبر فأنا مثلا إذا أنا ما بعرف باعتبر أنه عائلتي متعبتني بداعرف أحكي مع عائلتي فأول شيء بدي بدي انتبه شو عم بحكي إذا بقشع عود الناس لحوالي أنا عن طول عم ينتقدوني ما بخبرهم بقى إذا غلبطت مطرح بصير انتبه شو بدي حكي قدامهم وبصير نبش على الأمور اللي بترد الطاقة الحيوية للعالم وبيحكي عنا بس فأنا بحكي بس عن نجاحاتي بحكي أنا كيف حسنت أمور فهي اللي بترد الطاقة الحيوية طبع البشر المبادئ لو تنحكي بالأخلاق الناس تحسيها ضغرة بتنهز لأن طاقة حيوية بتردنا الطاقة قداء أنا منضف أخلاقي وقداء بيشتغل عادة الموضوع قداء أنا بستعيد هذه الطاقة الحيوية فهون بنرجع للمبادئ الدينية عند تحكي عنها ومن هيك الناس أول ما تحكيها بالمبادئ وبالأخلاق ضغرة بتحكيك بالكرامة أو بتستنكر أو بتقليك أنا عملت هيك لأنه هي جزء من الطاقة الحيوية فهون بنبلش نعمر حالنا بتحس كأنهم عم بيبرروا نوعا ما يعني بيرجعوا للحياة وصعوبة الحياة والمجتمع وغيره تيزيحوا عن قصة هالمبادئ والأخلاقية صارت كتير عم ترجع لورا أكيد أنت بتشوف شغلك أكتر منها وهي اسمها روبوتزم هيدا بيصير الإنسان روبو بالآخر بيصير بتعرفي هود الأشخاص مثلا أوكي رانيا قليلي شو بديك وأنا بعمل لأنه أنا تعبين منك لأنه أنت مهزوم نفسنيا وعم بتتعب لحوليك فبيجي الشخص قليلي رانيا شو بديك بعمل أول تتقليلي شيء أعمل وبروح أنا تأنكيكي بعمل عكسه فهيدا بتصير تنتقل والتصرف بيصير ينتقل فبنصير لاقي صعوب بنكسر كل هذه الأمور بجوزاف هالأشخاص اللي حوالينا ونحن بنعرف وهلأ يمكن صار نعرف نصنفها أكتر أنه هنالناس سلبيين أو مهزومين نفسنيا أو دايما بيهبطوا حيطان ودايما ما بيشجعوك على أنه تاخد أي مبادرة وغيره الحل هو أنه نتفديهم أو في طريقة نقدر نتصرف فيها معهم مش بس لما نضر حالنا بس كمان تنفيدهم شوي أو خليهم يكونوا هنالشوي إيجابيين أكتر أو نساعدهم تستاب فورورد شوي مية بالمية إذا أنا إذا كانوا أشخاص هن كتير عم بيتعبونا وأنا فيه يشيرهم من حياتي منهم هن هن هقدم همين أريح تشيريهم بس إذا هن أشخاص موشيدين بحياتي ومنحبهم ومنحبهم فيه طريقة كتير حلوة نحكي بالرؤية طبعنا بالمخططات طبعنا شو عم ننتج وشو عم نعمل وتهزيحوا عن الخط بقولوا أنا هالموضوع ما بهمني خلينا هون لو هن نزعجوا مني أول مرة بصير يتغيل التصرف طبعهم بصير يفهموا أنه جوزافت بس بحب يحكي بهو بصير يحكوني بهو كأنه أنا بحط القواعد طبعي وغيرها عم بيلحقني بالأول بتحسيها أنه أنا وقح لا أنا مش وقح أنا كمان بدي أحمي حالي وبيدي هؤلاء الأشخاص كمان يرتاحوا معي وما بدي أخسرهم فأنا بدي فوت بهذا التصرف فمنحط القواعد طبعنا بيكونوا بالرؤية بالشغل بالانتجية بالعيلة بالأولاد يمكن بس بحكي عن ابني كل الوقت يمكن بحكي عن عائلتي كل الوقت بسيء ليه بدي يكون عم بحكي عني أنا يعني ليه بعدين يمكن يكون فيه انتقادات على شغلي على الرؤية طبعي على البروجيكت السابعي على شو ما كان أنه ليه الموضوع بدي يكون فوكس دي عليا مع هالأشخاص هولي لأنه أول شي ما فينا نحكي عن غيرنا منكون نحنا عم نقلهم لغير محل عنه مثلا عن هالشخص ما الأول شغلة وقت نحكي مع هالشخص ما لازم نهاجمه لأنه وقت نهاجمه لا عنه بالبركة أفكار حلوة أفكار جديدة صحيح هلأ نقطة تانية بعد ما نحكي هيدتوها سابتو صح نقطة تانية بعد ما نحكي هود الأمور عطول بدنا نقدر هالشخص نحنا لا منقدره لا موجود معنا شو ما نحب فيه بعدين بسي نغير له هيدا تصرف تقول له تعرف شو أنت عطول بتنق بهذا الموضوع شو رأيك نحكي بهذا الموضوع ليش لأن أنا وقت آفين نقول بهذا الوضوح صح بس من بعد من بعد ما فرجي هيدا الموضوع بدي نقول له أنا مرحلة لأن الإنسان وقت ارفع له مشاعره بصير فيه احكيه عن تغير التصرف منقدر ساعة نروح مباشرة للموضوع معه يعني 100% بيتقبل برأيك أول مرة 20% بس على التكرار ولأنه الحب متبادل بيصير هيدا الشغلة بيصير الإنسان لأنه بيحب التاني بيتغير بس بده طريقة كتير معينة وكتير دقيقة أنه نحكي فيها عن هيدا الموضوع وبده ثابت وبده ديسيبليين وبده قوة وبده كتير أمور جوزيف بالكوتشينج وحضرتك اختصاصي بالسلوكيات البشرية وكل شيء أرقام تعطينا إياه ما في مزح بالموضوع أدى بده الإنسان لا يتغير أو لا يغير بيهيفير معين أو لا يغير هالسلبية أو هالخسارة النفسية اللي حاسس فيها خصوصة إذا كان بوضع صعب يعني هالأشخاص أكيد أكيد هنا منهم بأحلى حالاتهم لحتى يكونوا بهذه التصرفات صحيح هلأ إذا كان في شيء كونسبت اسمه يعني الإنسان يخلق نيورون جديدة أوكي وهيدا هون بيصير أساس التصرف بس أحب تخبر المشاهدين أنه ما في شيء تصرف سابت بالحياة يعني من الصفر للمئة سنة نحنا فينا نغير التصرف فما حدا يستعمل أنه طبعه هيك ما بتغير هيك مش معقول شو صعبة أنه تسمع من حد صعبة كتير صح فهيدا الكونسبت بيقول أنه بدنا أربعة أربعة شهر هي شهرين تنخلق النيرون جديد والتصرف جديد تحسبيه مثل أتسراد أنا متعود روح على الأتسراد الكبير بس في كوع بيفوت بالغابة توسع هيدا الأتسراد يصير بالغابة وتعود تفوت على طول من هيدا الكوع مش أخذ الأتسراد لأنه أسهل بدي أربعة شهر أربعة شهر بس يعني ممنوع نوقف التمرين هو نوع من تمرين أول ما تغلبت ترجع على الأتسراد البيهيفير طبعي بيقشط ثلاث مرات الزيادة يعني إذا أنا عامل دايت وإلى ثلاث شهر مش أكل شي أنا بحبه كتير وتفقص مرة بفقص ثلاث مرات الزيادة فمن هكي نرجع نحن على نفس التصرف منصير أسوأ بيصير أكل أكتر بيصير شخص يتفجع وتيوقف الزيادة طبعه أو يفقص الزيادة بيصير فيها الكريفينج يمكن بيرجع للأتسراد لأن نحن متعودي له جوزيف فغالي اختصاصي بالسلوكيات البشرية شكرا كتير لألاك دايما من آمن نحن أن الإنسان بيقدر يتغير وبيقدر يحول تصرفاته السلبية إلى إيجابية لو أنه أخذت شوية وقت ولكن نحن هل أدعونا قدرات عقلية ونفسية أنه نغير حالنا وهذا هدف فقر تبي بوزيتف ومعك رح اختم حلقة بي ام تيفي الايف لليوم شكرا كتير للمتابعة وإن شاء الله كل نهار يكون بوزيتف وليوم باي باي